قبل ما أكمل أو أدخل بقى في أخبارنا حابب أكمل جزئات يعني قلة أو ندرة هي بقيتش قليلة هي بقيت ندرة الحقيقة ومتيجي حتى تبص على بطولة الدوري تشوف مين البطولة الأكبر والأهم على مستوى المنافسة وعلى مستوى التمويل وعلى مستوى مشاركة الأسماء والأنداء اللي فيها التكلم على أهم وبطولة محلية وتشوف حجم المواهب اللي بيفرغها بطولة بطولة زي بطولة الدوري وكم اسمه ممكن يدخل مثلا على منتخب مصر جديد غير القايمة اللي احنا تعودنا عليها مثلا السنة اللي فاتت كل كام سنة كل كام سيزن أو كل كام موسم بيخش اسم جديد المفارقة هنا اللي بالنسبة لي بتمثل علامة استفهام كبيرة جدا هي الفوارق بين زمن فات وزمن حالي وفي فترة من الفترات كانت البنية التحتية في مصر وعدد الأندية اللي بتسمح يكون فيها مدارس وكرة وقطاعات ناشئين مش كبيرة قوي وكانت مساحة الممارسة ممكن في الشارع ممكن في الحارة ممكن في الكفور ممكن في النجوع وكان عشان تطلع مواهبة واحدة مطلوب منك تلف مصر كلها وانت وحظر ومع ذلك أجيال كتيرة جدا لم تخلو من عدد كبير جدا من المواهب من أول ما بطلعتها تفرج على كرة وشجع كرة وشايف مصر دايما في الأهلي وغير الأهلي في مواهب كتيرة جدا سيبك بقى من قصة فيه إنجازات وتترجم ده واللي ما فيش إنجازات تترجم ده دي قصة تانية لكن النهاردة تعال نشوف البنية التحتية ونشوف عدد الأندية اللي موجودة في مصر ونشوف عدد المستثمرين شركات وهيئات ورعاة ودولة دولة بتدعم رياضة بشكل كبير وملاعب بقت موجودة في كل حتة سوشال ميديا وصورة الاتصالات خلت العالم كله ومش بس مصر قرية صغيرة تقدر تتابع وتشوف اللي بيحصل في أي حتة في أي وقت ورغم كده بأن تقريبا سنين طويلة جدا بنتكلم أصلي ما فيش مواهب عدد المصرين لوصل 105 مليون ما فيش مواهب أكيد لا وأكيد زي صلاح وزي زيدان وزي حازم وزي وليد وزي حسام غالي وزي بركات وزي تريك وغيرهم كتير أسماء كتير فيه ملايين منهم موجودين فيه بلاش ملايين فيه ألاف منهم موجودة في الشعر لكن الفكرة إزاي تكتشف واحد اتنين لأنه القصة مش بس قصة تكتشاف وأنا ممكن أقولك على مواهبكت موجودة بالفعل واحترفت بره بالفعل ومحققتش أي شيء لأنه القصة مش قصة بس مواهبة لكن إزاي هتأسس وإزاي هتطور وإزاي هترعى المواهبة دي والقصة مش برضو مش بس كورة مش بس أنا رايح التمرين وأنا راجع من التمرين وإحنا خذنا بطولة وإحنا خسرنا بطولة لا قصة أكبر من كده بكتير لو كنت عايز تعمل نقل القصة ليها علاقة بتربية وتعليم يعني أنا نفسي في مصر أشوف الحقيقة وأتمنى الحقيقة أنه الموضوع ده يبقى بتتبنى الدولة فكرة أنه يكون فيه مؤسسة هيئة معرفش يعني معرفش إيه المسمى ممكن يعني تستكشف أنحاء مصر كلها وتطلع بالدرر تطلع بالمواهب التي تستحق أنها تاخد بشوار رعاية بالكامل بالكامل يتغزى ويتعلم لغات ويتعامل معها بشكل نفسي ويتم يعني تطوير قدراته على التعامل مع الضغوط ويتم تطوير نحية يعني روح المنافسة يعني تشتغل على البطل ده أو على الطفل ده من هو صغير بحيث أنك أنت توصل في يوم الأيام أنه يبقى عندك قاعدة ممارسة كبيرة جدا من اللي متأسسين على أساس علمي على كل مساويات بدني خططي مهاري نفسي قادر يكلم لغة أو لغتين ده كله الحقيقة شغل لو خدنا فيه خطوة ممكن في خلال عشر سنين من النهاردة تلاقي نفسك بتجني الثمر ده وأعتقد أنه كلها هيكون مستفيد منتخبات هتكون مستفيدة أندية هتكون مستفيدة بدلا ما احنا بندفع يعني مئات الملايين والمحصلة يعني باستثناء الأهلي مش لاقي حد بصراحة يعني كل أندية في مصر النهاردة بتدفع مبالغ فلكية ميزانيات فرق الكرة القدم في مصر ميزانيات كبيرة ومعتقدش أنه فيه نادي بيكسب يعني باستثناء الأهلي اللي ممكن يكون يعني ممكن يكون بيغطي مصاريفه مثلا مثلا يعني عنديش أرقام دقيقة يعني لكن مفيش محصلة ومفيش إرادات بتيجي من نشاط رياضي غير في الأهلي المصري مع عدى ذلك تقريبا ما فيش ترجمة نانسي قنقر